يو يو. الفيديو ده بيطلبه بنا سالم بقاله اكتر من سنة. لأ ولسه بيطلبه. رغم انه اكيد بحث ولقى خمسين لعبة ام او للبليستيشن مع ذلك هو مصمم يصحيني من حالة البيات الشتوي اللي انا فيها دي. عشان نعمله فيديو هو شاف زيه كتير بالفعل. ماشي. حاضر عناية ليك بسيطة. خلينا نبدأ باللعبة الاولى على طول كده. بس لحظة. مش اي اي عزرة. اوكي خلينا نبدأ باللعبة اللي اعشقها ولكن العشق الممنوع. ليه العشق الممنوع? ده لان اللعبة حجمها اد بقتي. لا دي اد حياتي كلها. يلعنهم بالانترنت المحدود. الله ياخد العامل الانترنت تمحدود. مين ده? اللعبة الاسترية هي اا 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 فانتازي ستار اونلاين تو نيو جينيسيس. اوكي? هي عليها اختصار بي اس او ان تو بي اس او. المهم اسمها وكل التفاصيل على الشاشة. اسم طويل زيادة عن اللزوم. لعبة عالم مفتوح. وتوفرة مجانة لجهزة اكس بوكس وان وبلاي ستيشن فور وطبعا البي تي. اللعبة دي خارجها عن المألوف تماما. نظام الاسلحة والخرائط والحركة. حتى الحركة في عالم اللعبة. كل شيء. اسلحة متطورة وبنادق حديثة ونظام حرقي ممتع جدا. اا مش عارف اوصفه ازاي بس الطيران كده وركوب الهواء بشخصيتك. شيء ممتع جدا. غير اللي تعودت عليه في باقي الالعاب من النوع ده. وهي تشبه الى حد ما لعبة كمان في ميزة قوية في اللعبة دي انها مش بتكبرك انك لازم تسجل كل يوم. يعني لازم تفتح اللعبة كل يوم والكلام ده. وإلا هيفوتك مش عارف ايه او هتتأخر عن باقي اللاعبين في اللعبة اطلاقا. اصلا ممكن توصل لاعلى مستوى في اللعبة في شهر بالكتير. ولكن طبعا اعلى مستوى دي البداية في العاب الام ام او. كمان شيء عجبني في اللعبة دي وهي نقاط الضعف. يعني لما تضرب وحش في مخه غير لما تضربه في صبع رجلو. فاهم? اللي هي الويك بوينت. هيت شوتات بقى وابلعوا الكلام ده. انا ارشح اللعبة دي وبقوة كمان. اسماعي اللي بقولك عليه اللعبة رهيبة. والله الاولى الباقة كان زماني بلعبها دلوقتي. خدوا كلامي ثقة جدا. لا لا مش دايما. كنسل اخر جملة. اللعبة اللي بعدها لعبة لعبة على مفتوح. وهو اصلا كل الالعاب في الفيديو ده على مفتوح. ماشي? متوفرة مجانا لاجهزة وبليستيشن فور واكس بوكس وان. لو بتحب والمهام وخلافه وكل الكلام الفاضي ده فاللعبة دي مناسبة جدا لك. لانها شوية. لان في اللعبة دي المستوى مش هو الشيء الاساسي اللي بيحدد مستوى قوتك. وانما هو احد اهم نقاط القوة في اللعبة دي. وعشان تحصل نقاط دي لازم تنجز مهامك. حتى المهام الجانبية مهمة جدا جدا في اللعبة دي. النظام او المستوى في اللعبة دي مختلف شوية عن باقي علعاب الام ام او. لو انت رايح تلفل لوحدك بتاخد كامل. الخبرة كاملة من تلفيل الوحوش والكلام ده. لكن لو انت معاك حد في التيم. انت وخويك واحد صعبك. اه اه لحد اربع اعضاء. فالكس بي بتوزع عليكم انتو الاربعة. يعني لو انتو اتنين اللي كنت بتاخده لوحدك. الف مسلا هيتوزع عليكم انتو الاتنين. انت خمسمية وهو خمسمية. ولو كنتو طبعا اربعة هيتقسم عليكم انتو الاربعة. انت انت ماشي? يعني هيتقسم عليكم انتو الاربعة. يعني اللي كنت بتاخده لوحدك هيتقسم عليه كنتو لاربعة. لكن اذا كنتو ازيد من اربعة خمسة فهنا بقى الوضع مختلف تماما. وهتاخد ضعف اللي كنت بتاخده وانت بتلفل لوحدك. ولكن برضو في نظام تاني غريب هنا. وهو ان هنا مش هيمشي حوار انك تقول مسلا لاصحابك المفترسين في اللعبة المعضلين تعالوا لفلولي في مكان وحوشوا مستواها عالي. هنا انت هتاخد ضعيف جدا جدا جدا. اضعف من اللي كنت بتاخده وانت اربعة في التين. بمعنى كده والخلاصة يعني عشان تاخد افضل تجربة اكس بي او عشان تلفل بسرعة يستحسن تكون في فريق مكون من خمسة او تكون لوحدك. كمان ما تلفلش في مكان مستوى لحوش فيه اعلى من مستواك باربع مستويات كحد اقصى. تمام? نخاتب اقصى هنا بالسين. ماشي. دي نقاط مهمة كان لازم اقولها لك قبل ما تبدأ في اللعبة دي عشان تعمل حسابها من دلوقتي. اللعبة قوية بجميع الاحوال والجرافيك فيها قوي جدا. اللعبة اللي بعدها وهي ابطال خارقين. ومدن مفتوحة وسعى جدا استكشافها رائع بالقدرات الخارقة. اللعبة مجانية متوفرة طبعا على وكمان وكمان على نوكيا الف مية وعشرة بازر وازر. متوفرة على كل المنصات تقريبا يعني. اللعبة دي فعليا انت بتكون فيها من الابطال الخارقين. تقدر في بداية اللعبة تختار شخصية بقوة خارقة معدة مسبقا. تختار باتمان مثلا. لحظة باتمان بقوة خارقة. ايوة. غني جدا. او انك تخصص شخصيتك بالكامل بالكامل يعني من مظهرها للبسها لانه من شعرها لتفاصل الوشها وقدراتها الخارقة كل الكلام ده يعني. وتختار تكون سريع جدا او ولا عندك القدرة على الطيران والكسير من القدرات الخارقة. وانصحك حتى لو مش هتلعب اللعبة دي اتفرج على اعلان اللعبة. اوف 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 من تلاتاشر سنة بس الاعلان الاستنار. هسيب لك كل الرابط في الوصف طبعا. بديهيات يعني. وعشان اكون صريح معك انا ما احبتش اللعبة دي قوي. لانها بالنسبة للحركة فيها مش افضل شيء. بصراحة هي ابشع شيء. وانا وانا اقصد هنا التحريك تحديدا. خصوصا لما يكون فيه قدرات السرعة الفائقة والكلام ده فلا. مش بصريا الموضوع مش مش منطقي فهان? المهم يعني التحريك مش 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 ماشي. يعني الموضوع فقد الانسيابية تماما. حتى التحريك بالنسبة لسنة عشرين اربعة عشرين مش لطيف. مش حلوه تحس انك بتتفرج على كايسن الموسم التاني. اوو... طروا اصر عليها. المهم اللعبة فكرتها بصراحة رائعة ولكن محتاجها شغل كتير. اللعبة بقالها تلاتاشر سنة فما تتوقعش انها تطور قريب. او ما تفهمش غلط انا من عشاء دي سي يعني حقيقي. انا كنت مدمن على مسلسل فرقة العدالة. وفكرة ان الأشرار والابطال ياتحدوا لمواجهة عدو بيهدد كوكبهم برضو فكرة قوية جدا بص هو في تجربة فريدة من نوحها هنا برضو عشان نكون ايه صريحين يعني المهم يعني خش في اللعبة اللي بعدها او نخش في الاسطورة اللي بعدها العملاقة جدا واعتقد انها غنية عن التعريف او اللعبة في منها نسخة مجانية او نسخة تجريبية مجانية للدقة واللعبة متوفرة على كمان تخيل اللعبة متاحة على ومش متوفرة للاكس بوكس لادري حقا ما هذا العبس الذي يجري هنا اللعبة اشهر من النار على العلم معرفش المسل ده معنا ايه بس اللعبة مشهورة جدا لو انت متعرفش حاجة عن اللعبة دي فانت جديد في اللعب الام ام او لكن تعال اديك من خبراتي انا ولعبتش اللعبة دي قبل كده بس اني اش قط شوية معلومات من عن نت في السريع هي بدون مبالغة احد اقوى وافضل العاب وده مش رائي طبعا او رائي آآ لا لغة الالقام والجوائز اللي حصلتها اللعبة بتثبت جدارة اللعبة دي يعني بشكل مش طبيعي كمان اعتقد آآ افضل قصة ممكن تحصلها في لعبة ار بي جي اونلاين هي قصة فاينال فانتازي القصة اوف يا جدعان مش طبيعية القصة نفسها اصلا بتتطور انا اصلا شفت فيلم او فيلم شفت فيلم الفاينال فانتازي دي المهم يعني شفت فيلم جامد ليا يعني اللعبة قصتها قوية لدرجة انه بياخدوا منها يعملوا افلام وكلام ده فالقصة هنا رائعة وكمان القصة بتتطور يعني مش خلاص هم حطوا قصة اللي اقول لا القصة هم المطورين بيطوروها جدا المهم يعني آآ في كمان نظام الكلاسات في اللعبة دي ما احبه على قلبي مش محتاجي تعمل كزا شخصية كل شخصية كلاس معين والكلام ده لا بدون مبالغة بدغطة زر بدغطة زر تفع الزر واحد كده لو ايو انا عايز اغير للكلاس ده بتغير كلاسك بنفس كل شيء نفس اعتادك احصائياتك كل شيء فقط كل اللي بتحتاجه سلاح الفئة اللي انت حولت لها يا الله على الجمال النضوع بسيط جدا كمان مهام اللعبة زي ما قولت القصة في اللعبة قوية جدا وده هتشعر به بنفسك في المهام مفيش بقى المهمات العباسية اللي موجودة في اغلب العباسية اللي هي ايه خد البطيخة الحامرة دي وودهالي للتاجر اللي موجود في مدينة تبعد عنك اربعين كيلو واس وانت اصلا لسه ليه بالواحد معكش حصان اه 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 هيتمعش بقى ولا شوف لك حمار ركبة ولا شوف اتعمل ايه ينعنم المهام يعني ينعنم العباس فهنا لأ يعني مش حشين كده حاجاته خلاص لأ هنا المهام اه متعوب عليها ومن متعيتها اصلا ممكن انت تبقى عايز تقيد المهمة تاني كمان اه في فعاليات مختلفة بين اللاعبين في اللعبة سبقات مسلا وخلافه فعاليات لطيفة بين اللاعبين وبعضهم كمان اللعبة لا تدعم باي شكل من الاشكال ولكن انت اصلا عشان تلعب اللعبة هتدفع مبالغ كبيرة فطبيعي يعني ما يكونش في انا دافع دم قلبي عشان العب اللعبة كمان تكون يعني لو لو المصمم اللعبة مصطفى مدبولي مش هيكون الموضوع حلب كده او لا هيكون حلب اكتر من كده كمان المهمة عشان لسانه طويل ما نروحش كلنا بداهية انا بس ضفت اللعبة دي للقائمة عشان محدش يهجم علي او يقولي ازاي تتجرع ومتحطش سيري بالفانتيزي في اللعبة لا هي اللعبة اصلا كده كده مش محتاج ان انا اتكلم عنها المهم اللعبة تعتبر كده كده مدفوعة برضو عشان ايه انه كون واضحين انت هتوصل لمستوى معين لا هتقدر تعلي عن كده ولا حتى تحصل على كامل التخصصات في اللعبة او الوظائف تحديدا ولازم تشتري ايديشن فانت لو عجبتك اللعبة يعني اكيد لو وصلت مستوى سبعين من اصل تسعين فاكيد انت اللعبة عجبتك ونص يعني ولا ما كنتش وصلت للمستوى ده ولا لعبت كل الفترة دي المهم وقتها هتقدر تشتري وتستمتع بكامل مزايا اللعبة اشتري بقى يا اخويا اشتري ولكن في مقابل الدفع ده كله هتحصل احد افضل تجارب على العامل يعني ايه اللي بعده يا الهي لسه فيه بعده لا بصوا احنا هنفشخي الفيديو ده نصين وزقين يعني عشان انا هنجرطي نشفت وخلاص يعني تشققت بس ما تلقوش مش هينزل السنة الجاية لا يعني هحاول انشوره قبل ما نوصل نص السنة دي لا لا هحاول انشوره بصراحة بتلقوش كيف هي رغبة عشان خلاص نساني نساني بيس الله عليك يا بلد